كان فيه خبر من الأخبار المنتشرة وكانت بتتداول بشكل سريع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو خبر بيقول استجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أو الرئيس الإنسان لأن فعلا اللي حصل ده بيأكد إنسانية السيد الرئيس لاستجابته لمنجدة توالد الطفلة الفلسطينية بيان المقيمة بقطاع غزة لعلاجها في القاهرة لأنها بتعاني حاليا من مرض جلدي نادر وهي دلوقتي موجودة في مستشفى معهد ناصر وتم توفير كل الإمكانيات اللازمة واللي بيتتطلبها أو متطلبة لعلاجها بشكل عام وفيه فريق طبي كامل بيتابع حالتها الصحية لحظة بلحظة زملتنا لمياء حمدين موجودة هناك دلوقتي علشان تنقلنا آخر التطورات وهي حالة الطفلة بيان من داخل مستشفى معهد ناصر صباح الخير يا لمياء صباح الخير عليك أحمد صباح الخير جمعنا وعلى كل زمالي في السوديو سادة مشاهدي صباح الخير يا مصر النهاردة بنتابع حالة بيان اللي تم استقبالها عن طريق معبر رفح وكانت فيه سيارة إسعاف مجهزة لها لحد ما جات يوم الحد بالليل هنا مستشفى معهد ناصر واستقبلها فريق طبي وقام بكل الإجراءات المتاحة سواء الأولية أو بعد كده الدقيقة لمتابعة حالة بيان مرض جلدي نادل زي ما قلت يحمل يعني تم متابعته هنا في مصر بعد ست سنين عذاب في قطاع غزة اللي بتفتقر بسبب طبعا الحصار وغيره للأدوات الطبية والمعدات الطبية اللازمة لشفاها مزيد من التفاصيل ينضم لها دكتور محمود سعيد مدير المهد يكلمنا عن حالة بيان حتى الآن صباح الخير يا فندم صباح الخير يا فندم وأهلا بيكم في معهد ناصر سينا نتكلم على حالة بيان بعد ما تم استقبالها يوم الحد وحتى الآن والله فور استجابة سيد فخامة الرئيس التحسيسي لاستغاسة والدة بيان وتوجه رئيسي باستقبال بيان وعلاجها بمعهد ناصر هنا في القهرة وجهت معالي وزيرة الصحة بتقديم كافة أوجه رعاية طبية لها احنا بمجرد استقبال بيان في المعهد احنا شكلنا فريق طبي من نخبة من الاسشاريين شاريين أمراض جلدية وأمراض منعية وأطفال وبطنة ونظروا حالتها فور وصولها ومباشرة تم عمل الفحوصات المعملية والمنعية الأولية لها وأخذنا لها عينة جلدية عشان تتحلل الباسولوجي والتشخيص المبدأي بتاعها طبعا احنا منتظرين نتائج الفحوصات المعملية اللي هي تحيل الأنسجة عشان ده بناء عليه احنا هتاخد العلاج الدقيق لها يعني هي عندها صدفية صديدية اللي هي بوستلر سورايسيز يعني هو ده مرض جلدي بناعي مشكلته أنه هو بيؤدي إلى مشكلة في التكسر الخلايا الجلد بصورة متسرعة فبيؤدي لنقص البروتين في الجسم وده بيعمل مشاكل في الجسم نقص البروتين ده ممكن يؤدي يعني لو ما تعالك شي ده ممكن يؤدي لخلل في عضلة القلب فبيؤدي إلى فشل في عضلة القلب وبرضو بيؤدي خلل في وظائف الجلد وظائف الجلد زي ما احنا عارفين العرق وتنظيم درجة الحرارة وفيتامين دي وبالإضافة بقى للتأثير السلبي النفسي على المريض نفسه لأنه بيخليه مش متفاعل مع المجتمع اللي معاه احنا طبعاً كالاجراءات اللي احنا عملناها لها أن احنا أخدنا الفحوصات المعملية الكاملة لها والمناعية والعينة بدأنا معها علاج تلطيفي دلوقتي حالياً ومنتظرين نتاج الفحوصات لأن العلاج بتاع الحالات اللي زي حالة بيان بيتوقف على عمر المريض على المساحة المصابة من الجلد نفسه وعلى النتاج الفحوصات المعملية فالشق الأساسي احنا منتظرين نتيجة العينة البسولوجية وعلاجها طبعاً بيبقى مشتقات فيتامين ألف وحاجات اسمها مصبتات اللي هو الميزوتريكسيت مصبتات المناعة وفي الآخر حاجة العلاج البيولوجي بقى بس ده هيتوقف على النتيجة نفسها بتاعت النتيجة المعملية يعني نتيجة العينة البسولوجية هي بيان يعني من ساعة ما وصلت وهو فيه اهتمام رئاسي واهتمام من معالي الوزيرة شخصياً نحن مش هنتكلم على خطة علاجية لأن النتائج لسه ما ظهرتش حتى الآن لكن حضرك قلتلي وهما كمان والدة بيان وبيان نفسها كلموني ان فيه اهتمام من الدولة هما استغربوا انه خلال 48 ساعة فقط الرئاسة تواصلت معاهم علشان يجوا تلقوا العلاج هنا في مصر بالمنجان وكمان الوزيرة بتقضيت طول الوقت معاكم على حالة بيان مظبوط احنا اول باول معا الوزيرة شخصياً بتمهتم جداً بتطورات حالة بيان معا شخصياً والرئاسة نفسها على مدار اليوم بيتطمنوا على التطورات الإيجابية لحالة بيان فده بالاضافة ان جميل عاملين بالمعهد هنا يعني مهتمين بيها جداً يعني احنا لاحظنا ده بشكل شخصي النهاردة يحمد وجمانة في متابعة مستمرة سواء حتى العاملين موجودين جايبين لعب لبينهم وسميهم على اسم اخواتها منتظرة ان هي يتم شفاها وهي عندها ثقة وكمان والدتها عندها ثقة كبيرة ان هي يتم شفاها هنا في مصرف القريب العاجل وتقدر ترجع بلدها مرة تانية وهي بصحة جيدة تقدر تتواصل مع شقائها وزملائها في المدرسة بشكل طبيعي ما تبقاش مكسوفة من المرض الجلدي اللي هي بتعاني منه وعندها ثقة كبيرة انها يتم حل كل مشكلاتها هنا في مصر وترجع لبلدها مرة تانية ده كان يعني لايف لحالة بيان ولقاء خاصة مع الدكتور محمود سعيد مدير المعهد إليك يا أحمد شكراً لك لمياء حمدين وبنتمنى كل يعني مزيد من الصحة وان بيان ترجع لقطاع غزة وهي متعافية تماماً من المرض الجلدي النادر اللي موجود عندها ترجمة نانسي قنقر